فريلي فولينغ أبجيكت سواء كان صاعد أو ساقط نسميه جسم ساقط سقوطا حرا هلأ هون ممكن يضرب معك التعريف طب ما هو طالع للأعلى ليش بدي أسميه ساقط سقوطا حرا هلأ هذا التعريف إحنا التعريف إنه إذا كان فقط القوة اللي بتأثر عليه قوة الجاذبية رح أسميه ساقط سقوط حرا سواء كان في حالة الصعود أو في حالة النزل إذن هذا التعريف تبعنا هلأ قليليو was the first to notice that if we ignore air resistance هلأ إذا أهملنا مقاومة الهواء وكان قليلو أول واحد بلاحظ هذا الشيء then all objects fall with the same constant acceleration كل الأجسام رح تسقط بتسارع ثابت نفس التسارع شو ترتب على هذا الكلام for example if we drop two objects with different masses لو جبنا جسمين وإلهم كتل مختلفة from the same height من نفس الارتفاع then the two objects reach the ground at the same time الجسمين رح يوصلوا للأرض بنفس الوقت طبعا إحنا بنحكي بإهمال مقاومة الهواء الآن free fall acceleration نحكي أنهم بتحركوا بتسارع ثابت بس إيش هو هذا التسارع طبعا قسناه إحنا بالنسبة للأرض ووجدنا أنه في قيمة 9.8 the magnitude of a free fall acceleration near the earth surface was found to be 9.8 meter per second squared هلا إحنا بما نحكي عن الحركة بالاتجاه العمودي شو رح نستخدم الرموز بالي فإذن the magnitude of a y equals 9.8 meters per second squared هلا شو نكمل على هذا الشيء الاتجاه الاتجاه the direction of a free fall acceleration is downward toward the ground دائما اتجاه إلى الأسفل هيك صار مقداره 89 بالعشرة واتجاه دائما إلى الأسفل هلا نرجع نذكركم بأنظمة الإحداثيات اللي عنا إحنا شو نستخدم الموجب لأوين الأعلى والسالب للأسفل فشو نحكي هون if we use the y axis to describe the motion of a freely falling object with positive y axis directed upward and the negative y axis directed downward then the free fall acceleration can be written as تجاه الأسفل شو لازم أعطيه إشارة إيش minus exactly فإذا لازم أعطيه إشارة سالب فلما أشيل الماغنيتود شو صارت ay minus 9.8 meters per second square الإشارة السالب من وين إجات where the negative sign means that the direction is downward من الاتجاه من الاتجاه من الاتجاه الى الأسفل the symbol g هلا إحنا ما بنحب نضل نكتب 9.8 9.8 نختار رمز اللي هو الجي نكتبه بدل التسعة وثمانية بالعشرة we usually use the symbol g instead of ay to represent the acceleration of a freely falling object إذن غالبا شو رح نستخدم الرمز g هيك the magnitude of g شو صار مقدار g هاي اللي هو 9.8 meters per second square وبالتالي for simplicity we will stop writing the magnitude sign رح نبطل نكتب إشارة المقدار إنه مقدار g بساوي تسعة وثمانية بالعشرة رمز نكتبها بس g طبعا لازم تضل هاي بالك كمان إنه ما تنسا فصار إنه أكتب بهذا الشكل g بدل ما أكتب الماغنيتود دائما بتساوي 9.8 meters per second square as a result ay اللي هو minus 9.8 meters per second square بدل 9.8 شو بصير نكتب g إذن أصبحت ay بساوي minus g هذا التسارع للجسم الساقط سقوطا حرا معادلات الحركة للأجسام الساقطة سقوطا حرا لتجد الأجسام للأجسام الساقطة سقوطا حرا نستخدم الأجسام لأجسام 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 يستخدم نستخدم ay بس g إذن نروح معادلات الحركة نجيبهم زي هيك هذول هم نذكروهم نفس اللي استخدمناهم قبل شوي على الـ x بس صارت الرموز بدلالة مين بدلالة الـ y هلأ وين في ay شو راح تم مكانها minus g أروح المعادلة الثانية delta y equals v y initial t بدل ما هي plus شو بتصير minus one half g t squared والمعادلة الثالثة ما فيها الأنبالة فيها v y y final squared equals v y initial squared minus 2 g delta y والمعادلة الأخيرة اللي ما فيها بتظل زي ما هي اللي هي الأفريج بتظل زي ما هي هيك عرفنا كيف بتعامل مع معادلات الحرك السر وهذول معادلات لما يكون في عنا سقوط حر example هذا أول مثال مباشر بدأ أشوف مي بجاوب عليه صح a ball is thrown upward from the edge of a top of a building إذن عندي كرة رميتها من طرف سطح بنائية إلى الأعلى شو بحكيلي find the acceleration of the ball maximum height the ball can reach شو بدو كون تسارع هاي الكرة عند أقصى ارتفاع بتوصلوا مين بحكي صفر تسارع احنا نسأل تسارع ثابت وتجاه وين يس إذن solution الإجابة هل صح throw up بس عند maximum height أنا ما سألتك عن السرعة السرعة صفر بس التسارع شو حكينا احنا تسارع ثابت و دائما the acceleration of a freely falling object is constant everywhere and directed downward إذن شو بدو كون minus 9.8 meters per second squared احنا 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 if the velocity of an object is zero does it mean that the acceleration is zero شو رأيكم شو رأيكم طبعا لا ليش لأنه عند أقصر ارتفاع السرعة صفر بس التسارع صفر نو طيب فرع بيه if the acceleration is zero does it mean that the velocity is zero سرعة ثابتة سرعة ثابتة تسارع صفر هذا لا يعني إذن بالحالتين الإجابة شو راح تكون على هذا السؤال نو and نو example find the initial velocity of a pole in the following cases إذن بدي سرعة الكرة في الحالات التالية when taking the direction of the positive y axis to be upward and the direction of the negative y axis to be downward هلا هذا المثال عشان ثبت المفاهيم نتفق عليها هلا إنه الموجب للأعلى والسالب إلى الأسفل نشوفهم واحد واحد بدنا بس السرعة الابتدائية طبعا نحن بدنا الانيشيال velocity هذا المطلوب منا وشو حكينا كمان إنه الموجب للأعلى والسالب إلى الأسفل فإذن هيك هذا ال y axis positive upward negative downward بروح هلا على فرع a a ball is thrown downward from the edge of a top of a tower with an initial speed of 5 meters per second إذن هو شي اللي أعطاني يعطاني the speed بس حكا لي when thrown downward فإذن هذا التاور والكرار منها للأسفل بهاي الحالة اللي أعطاني speed والspeed بعطينا magnitude ما بعطينا اتجاه أنا بدي الانيشيال velocity لازم عطيها الاتجاه بما أن اتجاه الأسفل شو لازم تأخذ إشارة سالبة إذن the velocity is a vector quantity that can be positive or negative بهذه الحالة شو تصير minus 5 meters per second ليه لأنه هذا النظام اللي احنا مستخدمين هلأ الحالة الثانية a pole is thrown upward from the edge of a top of a tower with an initial speed of 4 meters per second رميناها الأعلى هلأ شو هيك رح تأخذ رح تأخذ إشارة موجبة لأنه الاتجاه عنا موجب فإذن أعطين speed وأنا هلأ بديها اتجاه الأعلى إذن بعطيها plus 4 meters per second طب الحال الثالث شو حكالنا a pole is dropped from the edge of a top of a tower هلأ كلمة drop بالعربي اسقطة معناته السرعة بتدقي شو تكون zero بداعما لما نشوف كلمة dropped على طول شو بنحكي السرعة zero whenever we say dropped it means that the initial velocity is zero example a pole is dropped from the edge of a top of a building إذن أسقطنا كرة من حافة سطح بين آي how far will it have fallen after two seconds كيري how far شو حكي نا شو المطلوب distance إذن هو بدو المسافة اللي نزلتها بعد ثانيتين solution نرجع عليهم a pole is dropped إذن the initial عفا الانيش 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 شو مالها zero هاي في واي انيش هلأ شو طالب how far طبعا from the edge of a top of a building و حكينا how far بدو المسافة اللي انقطعت بعد ثانيتين we are asked to calculate the distance traveled in two seconds إذن بدو المسافة اللي نزلتها المسافة يطل عليها بعد ثانيتين المسافة كمية قياسية وهي دائما موجبة صح إذن شو ملو حكي إحنا in this case the distance is given by هذا بتحرك بدون ما يغير اتجاهه إذن المسافة المقطوعة عبارة عن the magnitude of delta y إحنا ممكن نحسب من هون نحسب delta y بعد ناخذ لها قيمة المطلقة فإذن we first calculate delta y هذا جسم ساقط سقوط حر بتجيب معادلة الحرقة 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 للسقوط الحرق The equations of motion طلع فيهم are given by هذول هم في عنا v y initial بتساوي صفر وفي عنا الزمن والمطلوب نحسبه delta y أي معادلة بستخدم المعادلة الثانية إذن على طول بعوض في المعادلة الثانية we use the second equation هاي delta y عوض في الأرقام substitute the numbers شو رح يطلع عنا هلا delta y طلعت سالبة بس احنا شو نطلوب نحسبه distance شو بنعمل ناخذ الماغنيتود وبالتالي d equals 19.6 meters example a ball is thrown downward هلا شو يختلف هدا عن اللي قبلو انو الان downward رميناها from the edge of a top of a building من حافة سطح بناية with an initial speed of 3 meters per second وعطانا السرعة القياسية فداية what would its speed be after 2 seconds إذن هو سأل عن السرعة بعد ثانيتين إذن هذا كمان تطبيق مباشر خلينا نشوف a ball is thrown downward from the edge of a top of a building بهذا الشكل اعطانا speed إذن شو راح تكون عنا السرعة ما واتجاه الاسفل شو بنعمل نعطيها إشارة سالبة إذن VY initial minus 3 meters per second والمطلوب what would its speed be after 2 seconds بس عنا الزمن 2 seconds هلا شو بدنا نعمل ننتبه إنه طلب speed the speed is a positive scalar quantity بهاي الحالة شو بدأتكم مساوية magnitude لـ VY final نحن بإمكاننا نحسب من في البداية VY final معادلات الحركة تطلع من فيهم فيها VY initial وفيها الزمن بقدر أحسب منها VY final المعادلة الأولى مباشرة هيك بعوض في الأرقام وانتبه هناك تعوض المينص زي ما هي minus 3 minus 9.8 times 2 والإجابة هي minus 22.6 إحنا بدنا الـ Speed شو بتطلع 22.6 meters per second The velocity at the maximum height هلا إحنا حكينا إنه السرعة عند أخص ارتفاع بتكون مساوية للصفر هلا بنتطلع عليها بنظرة معمقة أكتر شوي لأنه بدي أستخدم هاي المعلومة لحساب الماكسيم height نشوف شو يعني Consider a ball thrown upward from the edge of a top of a table يأخذ كرة ورميها الأعلى من السطح طاب هلا شو رح يصير نعردي بنعرف شو رح يصير As the ball rises its speed decreases until it reaches the highest point إذن وهي صاعد الكرة تبدأ السرعة تقل لحن بتوصل لأقصى ارتفاع عند أقصى ارتفاع شو بصير لها توقف لحظيا ترجع إذن شو نكمل هون where its speed is zero for an instant then it falls back to the ground إذن هذا اللي رح يصير بهاي الحالة تصل للا maximum height and then it falls back to the ground هلا أقصى ارتفاع رح نسمي Y Max اختصارا رح نسمي Y Max ونتذكر إنه VY final at Y Max equals zero هدو المعلومتين موجودين عنا هلا بنا استخدمهم بحساب maximum height calculating the maximum height to find the maximum height we first choose the origin at the point of projection هلا دائما لم تحسب أشياء متعلقة بالفيز بدأ origin معظم الأحيان لما تختار ها عند point of projection أو initial position of the particle هذا يعتبر أسهل الخيارات هلا طبعا وين ما اخترت صحيح فيك تكمل علي احنا رح نختار وين at the point of projection اذا هذا origin تبعنا وبالتالي initial position شو صار y initial zero و بدي maximum height فبختار final position وين عند maximum height فبتكون مساوي ل y max اذا y final equals y max هيك صار عنا delta y شو يساوي y final minus y initial و is equal to y max minus zero اذا delta y equals y max هيا المعلومة موجودة عنا وشو كمان حكينا vy final شو بتساوي zero هذول هم اتنين اللي بدنا اياهم في يعني equations of motion هلا متطلع delta y equals y max vy final equals zero فاذا نطلع المعادلات اي معادلة ممكن نستخدمها عشان نوجد y max المعادلة الثالثة نعم لانو vy final zero وبعوض مكان delta y by max هيك صار عنا بالشكل التالي zero equal zero zero equals vy initial squared minus 2g y max as a result y max equals vy initial squared over 2g max maximum height with respect to whom this is the maximum height with respect to the point of projection which is the maximum height with respect to the point of projection هذه العلاقة من وجد منها الماكسيوم هايد إذن هذا تقريبا نفس الحاية اللي شفناها عندي كرة رميناها من سطح طاولة بسرعة ابتدائية هي عشرة متر لكل ثانية هيك صار عنا هاي الانيشيال فيلوسيتي هلأ شو المطلوب اعطاني ارتفاع الطاولة انه بساوي تو ميترز هذا الموجود فرع ايش بحكي لنا فايند ماكسيوم هايد دابول كان ريتش ودرسباكت دابول اذا بدي احسيو بالنسبة للطاولة الطاولة هي نقطة الاطلاق عندي على طول بستخدم العلاقة بدون اي تغير فايدا شو منحكي the maximum height with respect to the point of projection is given by vy initial squared over 2g بعوض في الارقام مباشرة والناتج هو y max equals 5.1 meters هذا فرع ايه فرع بي شو بده find the maximum height the ball can reach with respect to the ground هلا بدأ اقيس من وين من الارض شو اختلف عندي بدي ازيد بس 2 متر تبعون الطاولة صح فاذا شو صار عندي الاجابة على هذا الفرع بس بنزيد 5.2 plus 2 والاجابة 7.1 متر اذا هذا تطبيق مباشر على maximum height هلا ناخد هذا الاكسرسايز نشوف كيف رح تفكروا فيه بسرعة ابتدائية معطنية it reaches a maximum height of a hundred meters كان اقصى ارتفاع بتوصله هو مية هلا شو بحكي لنا if on a second shot في محاولة ثانية the initial velocity is doubled السرعة الابتدائية بنحكي doubled شو يعني ضعفناها اسمحة الضعف then the stone will reach a maximum height of هلا هذا multiple choice نتطلع شو اعطانا الماكسيموم هايت بالحاية الاولى كان 100 متر بعدين حكينا doubled ضعفنا السرعة شو رح يصير شو بنعمل اول شي متطلع على الماكسيموم هايت عنك كيف مكتوب v y initial squared over 2 g هلا تغيرت السرعة فرح يصير عندي تغير الماكسيموم هايت فبكتوب y max new شو بدو تصير مساوي بدل v y initial squared 2 v y initial squared فبتصير بهذا الشكل هلا التولة مربعها شو بتصير 4 v y initial squared over 2 g هذا اللي ظهر معانا هون v y initial squared over 2 g شو بمثل الماكسيموم هايت الاصلي فإذا شو صارت 4 y max إذا شو بطلع على الاجابة 4 hundreds كلام سليم 4 وي تحديث كالكولايتين كالكولايتين تحتاج لتوصلة لأقصى ارتفاع هلا بدنا الزمن اللازم حتى نوصل لأقصى ارتفاع رح نعيد الأشياء اللي حكيناها بس طبعا ما نحن نرجع نعيدها كلها شو بنحكي consider a ball thrown upward from the edge of a top of a table بنفس الاسلوب نختار الارجين عن نقطة الاطلاق y initial zero, y final هي y max وشو بنحكي هون to find the time required to reach the maximum height we use the fact that the velocity of the maximum height is zero إذن vy final equals zero هيك على طول شو بنعمل بنختار معادلة الحركة المناسبة هاي معادلات الحركة عندي vy final equals zero وبيدي أوجد مين بدي أوجد الزمن وعندي delta y شو بتساوي y max من هون vy final equals vy initial minus g times t خلينا نعوض مكان vy final zero شو بطلع عنا zero equals vy initial minus g t رتب المعادلة t equals vy initial over g إذن هذا هو الزمن اللازم للأصول إلى أقصى ارتفاع شو ممكن نكتبه عشان نتذكره t maximum height vy initial over g بس an object is thrown upwards with a speed of 10 meters per second find the time required for the object to reach its maximum height هذا تطبيق مباشر هذا تطبيق مباشر ما غيرنا ولا إشي عندي upward إذن السرعة شو بتتكون موجبة يعني بتجاه الأعلى والمطلوب find the time required for the object to reach its maximum height على طول بكتب العلاقة تعود في الأرقام والناتج هو 1.02 seconds exercise هلا بناخد هذا الexercise a ball is hit straight up into the air إذن عندي كرة رميناها إلى الأعلى في الهواء the ball is observed to reach its maximum height 3.1 seconds after being hit إذن لاحظنا إنه الكرة وصلت إلى أقصى ارتفاع بعد مرور 3.1 بالعشرة من إطلاقها شو المطلوب what is its speed after 4.2 seconds المطلوب إذن لسبيد هلا بس امت بعد 4.2 بالعشرة الثانية فشو اللي بنعمله إحنا هون هذا موجود معنا اللي هو زمن الوصول لأقصى ارتفاع بس المطلوب بعد هيك مني سرعة وعند زمن آخر فشو بنعمل نستخدم زمن الوصول لأقصى ارتفاع بنحسب منه VY initial لتطلع على العلاقة T maximum height شو بتسوي VY initial over G بحس بالVY initial وهيك صار عندي الVY initial هلا في عندي زمن جديد باستخدم معادلة حركة جديدة وبحسب من خلالها لسبيد بعد 4.2 seconds والإجابة هي 10.8 متر per second ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر